في انتظار الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته حامد كرزاي أن يقبل بأحد خيارين أحلاهما مر إما القبول بجولة إعادة لانتخابات الرئاسة أمام منافسه الرئيسي وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله أو التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة وفي انتظار أيضاً اللجنة المستقلة للانتخابات المدعومة من كرزاي بأن تقبل بأحد خيارين لا ثالث لهما إما القبول بتوصيات لجنة شكاوى الانتخابات المدعومة من الأمم المتحدة ببطغان عشرات الآلاف من الأصوات التي حصل عليها كرزاي في انتخابات أغسطس آب أو الرفض ما يدفع الوضع إلى مزيد من الفوضى لقد أدوا عملهم بنزاهة وبشكل شامل للتحقوق من تلك الشكاوى قبل إصدار هذه التوجيهات الآن نتوقع من لجنة الانتخابات المستقلة تنفيذ هذه التوجيهات بسرعة والتحرك سريعاً لإصدار نتيجة موثقة نهنهية أو إعلان الحاجة لإجراء جولة إعادة إذا تطلب الأمر كانت النتائج غير النهائية قد منحت كرزاي نحو أربعة وخمسين في المائة من الأصوات بينما منحت عبدالله نحو ثمانية وعشرين في المائة أما تحقيق لجنة شكاوى الانتخابات الآن فيظهر حصول كرزاي على نحو ثمانية وأربعين في المائة بينما ارتفعت النسبة الإجمالية التي حصل عليها عبدالله إلى نحو واحد وثلاثين في المائة لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبقوة هل إجراء جولة ثانية ممكن من الناحية التقنية قبل فصل الشتاء؟ الإجابة جاءت بنعم على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية هيليري كلينتون التي أكدت رغبة بلادها في إنهاء أزمة الانتخابات في أفغانستان سريعاً أمل كثيراً أن نرى قراراً يتسق مع النظام الدستوري في الأيام القادمة لكن لا أريد أن أستبقى بأي حال بيان الرئيس كرزاي الذي سوف يمهد للمرحة القادمة وكلينتون ليست وحدها في ذلك فقد أيادها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مؤكداً أنه من المهم جداً تنظيم جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية فقد أججت هذه الانتخابات التي شابتها مزاعم تزوير واسع النطاق التوتر بين كرزاي والحكومات الغربية التي تقاتل قواتها حركة طالبان في أفغانستان كما أطفت هذه العملية المطولة مزيداً من التعقيد على مشاورات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن ما إذا كان سيرسل آلافاً من القوات الإضافية أشرف ناجي بي بي سي